تثير عمليات احتيال هاتفية حديثة باستخدام أدوات النسخ الصوتي المستندة إلى ذكاء الاصطناعي والمتاحة بسهولة عبر الإنترنت قلق السلطات الأمريكية ويشير الخبراء إلى أن الخطر الأبرز يتمثل في قدرة هذه التقنية على تبديدها تقريبا الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال وتزويد المجرمين بأدوات فعالة وغير مكلفة جدل مستمر بشأن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الذكاء الاصطناعي لا سيما عبر تقنية استنساخ الصوت واستخدامها في عمليات احتيالية أمر أثار قلق السلطات الأمريكية خاصة بعدما أتاحت تطبيقات كثيرة مجانية ومتاحة عبر الإنترنت استنساخ الصوت الفعلي لشخص ما عبر برنامج للذكاء الاصطناعي بالاستناد إلى تسجيل قصير لصوت هذا الشخص وقد تم فعلا تسجيل حالات نصب واحتيال متعددة باستخدام هذه التقنية في الولايات المتحدة ويؤكد مختصون أن النسخ الصوتي عبر الذكاء الاصطناعي والذي بات من شبه المستحيل تمييزه عن الصوت البشري يتيح للمحتالين ابتزاز الضحايا إذ يمكنهم استخدامه لترك رسائل ومقاطع صوتية يزعمون أنها للضحية وقد أجريت عدة دراسات مؤخرا حول هذا الأمر وأظهر استطلاع شمل نحو سبعة آلاف شخص في تسع دول بينها الولايات المتحدة أن شخصا واحدا من كل أربعة استهدف بمحاولات احتيال صوتي عبر الذكاء الاصطناعي أو يعرف شخصا تعرض لعمليات مماثلة وأشار سبعون بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم لم يكونوا أكيدين من قدرتهم على التمييز بين الصوت الحقيقي والمستنسخ وفي هذا السياق تعالت الأصوات المحذرة من مخاطر الاقتراب بسرعة من المرحلة التي لن يعود بالإمكان فيها الوثوق بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت إذ سيتعين خلالها الاستعانة بتقنيات جديدة للتأكد من صوت الشخص الذي يتم التواصل معه وفق الخبراء للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من ولاية كاليفورنيا الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي البروفيسور حسين العمري أهلا بك معنا سيد حسين أهلا بك السلام علي أهلا بك يعني في ضوء وجود الكثير من الإيجابيات والفوائد للذكاء الاصطناعي لكن بالمقابل بالتأكيد هناك سلبيات ونتحدث اليوم عن عملية احتيال عبر أصوات منسوخة بالذكاء الاصطناعي بروفيسور حسين ما خطورة ذلك؟ أولا لا نستطيع أن نقف في وجه تقدم علمي بسبب السلبيات هذه صاحبة كل تكنولوجيا أو تقنية تم اكتشافها دائما هناك الخير والشر في صراع دائما فالعملية النصب والاحتيال التي كانت تحصل كانت تحصل بالكتاب وكانت كثير من الناس يدقع منها ضحية لها أنا قريب وكوة في مطار كندا وعندي ضعت فلوس وصرقت وكذا وكنا نتحقق منها بسهولة يعني بالاتصال بالشخص التليفوني لكن الآن تطور الآن ثم تطور أصبح يأتي إيميلات كأنها من الأصل وبعدين نتكلم عن وسائل وقاومتها لكن في الشهور الأخيرة منذ خروج تشات جي بي تي والذكاء الاصطناع المولدة فأصبح الأمر أسهل بكثير أصبح تقليد الصوت من مقاطع صوتية يعني أخذي محادثة هذه معكم على النت فممكن يأخذه هو يقلد صوتي بخلال ثلاث ثوان يستنسخ الصوت كاملا وهكذا بهذه البساطة سيد أحسين وكمان في الفيديو الفيديو ديب فيك مثلا يطلع فيديو هذا نأخذ صوتك وعطك في فيديو أي شيء تستطيع على بانك أو لأشياء ثاني طبعا المشكلة طبعا بالنسبة للغرب مالية أو أسطناء شركات بالنسبة للشرق عندنا أخلاقية يعني ممكن أنا أعمل فيديوهات عن بنت ولا كذا وهددها وكذا وهو يلست حقيقة وربما أهلها يقتلوها فهذه الأشياء اللي يجب أن ننتبه لها أنه مخاطر موجودة ولكن يجب التصدي لها ويجب على الناس أن تعي أنه الآن لا تصدق كل شيء يخرج مثلا ديب فيك يطلع فيديوهات كاملة الآن مع الصوت الآن الجديد وضيف إليها الصوت يستنسخ الصوت شبه حقيقي لكن الكشف عنه لا يتم بالإذن بالخصوص نقطة الكشف يعني قبل ذلك ألا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسيطر على سلبياته بحكم أنه ذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف وهو يتطور بطريقة سريعة جدا يدخل في مجالات ربما كان من الصعوبة أن يتم اختراقها بهذه البساطة وبهذه الفترة الزمنية القصيرة طبعا هذا يعتمد على المنبع إذا كان المنبع كل الناس الذين يصمون الذكاء الاصطناعي أهل الخير كلامك سليم لكن في الواقع نحن في الواقع إنس الذكاء الاصطناعي الذكاء الحقيقي في الواقع هناك الشر والخير موجودين في صراع دائم فكذلك في الذكاء الاصطناعي هناك الشر والخير موجودان يعني وفي صراع دائم فهو لن يستطيع السيطرة على نفسه فهو الآن أفضل وسيلة لحماية البرامج هو الذكاء بالذكاء الصناعي يعني هو الذكاء الاصطناعي يحارب نفسه فهذه أفضل وسائل وأقواها أنا شغلي كله في الكمبيوتر اللي هي رؤية الكمبيوتر والصور ماستطيع أطيك الصور بالعين لا تستطيع التمييزه لكن بالبرامج الكمبيوتر عندما ننقلها من دومين يعني يسمونه من نطاق إلى نطاق آخر من نطاق الرؤية إلى النطاق الذبذبات نستطيع أن نرى الفروق أستطيع أن أقول لك هذه الصورة الملعوب فيها بالصوت الإنسان يسبع بين 20 هرتز و20 ألف هرتز لكن موجة التليفون من 300 إلى 3700 سهل التلاعب فيها فالآن بالأذن لن تستطيع أن تميز هذا صوت إبني يتصل بي مثلا أنا كنت في الأردن يتصل بي يقول لي بابا أنا نسيت الباسورت تحت الأمازون بدي أشتري ويطلع صوته بالضوته أنا أعرفه لكن يجب أن أتيقنه وقالت له بابا يفتح الكاميرا يشوفه اتصل بي رئيسي في الشغل فعطيه الباسورت لو كان هو صوته وهذا عطيه الباسورت ويشتري أشياء ويحولها اتصل بي رئيسي في الشغل في شركة كانون منذ عشر سنين يريد محصور يريد ألف دولار قلت له ما هي أسم زوجتك الأولى التي ماتت وكيف ماتت ومن هو ابنتك منها أسم زوجتك الثاني برضو ماتت ما أسم ابنك منها ما أريد أن يجاوب فبعد التليفون للشخص ليس هو فإذن لا بد نحن نتحقق بطرق أخرى يعني الذي يتصل بك ابنك يقول لك أنا في حدث سيارة وريد مصاري الآن طيب لنستغل ما تبقى من الوقت بروفيسور يعني عادة عندما يكون هناك حادثات احتيال يعني يتابع هذا الموضوع السلطات الأمنية الشرطة قوات نفاذ القانون بالنسبة لعمليات الاحتيال عبر ذكاء الله الصناعي من سيتابع هذه العمليات عندنا في كاليفورنيا المتابع على جميع المستوات أنا أدرس في كليتين لازم أحدنا في دورة كل سنة أو دورتين أخذ دورة تحديث وأنجح فيها ساعتين على النت لتميز ويقولون أنت فشلت في هذا هذا الميل وبعدنا لك يا مش من حقيقة فالشركة تضع أو الجامعة تضع برامج غالية تكتشف ما هو الحكومة أرض أن تتابع هناك عندنا شركات ربحية تراقب الأشياء هل تم سطع على معلوماتك أو لا وتعطيك تقريب كل شهر فهذه مسؤولية الكل وأنت أيضا لجب أن تكون مثقف التثقيف أنا رأيي العائلة تتفق على كل مصر بين العائلة الجميع يا بروفيسور على ما يبدو من الطفل الكبار لأن العالم يتغير بسرعة بفضل هذه التقنيات وذكاء الاصطناعي طريقة ثانية إن شاء الله أشكر وجودك معنا بالتأكيد البروفيسور حسين العمري من ولاية كاليفورنيا الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات شكرا جزيلا لك